دي عملية قيصرية في عندنا عصر ولادة وحاولنا نجرب نحن ندي حاجات تفتح الرحم طبعا الحاجات اللي تفتح الرحم في الماعس اللي هي لازم طبعا الماعس بتعتمد على فلازم قدي بروستا جلاندين فعطيت بروستا جلاندين والجني الميت فعطيت معاه استروجين بروستا جلاندين مع استروجين تمام؟ وبعد ثلاثة ايام مفيش تغير مفتحتش فحنا هنزولها عملية قيصرية اول حاجة بعملها بدي زي لازين شرطتين زي لازين زي ما انتو شايفين شرطتين اهوت في العضل تمام؟ بعد كده احنا بنجهز مكان العملية تمام؟ بنجهز مكان العملية نعم نعم وقفت نعم حلقة المكان اللي هنفتع فيه بعد كده بنظفه بديتول بنمسحه كويس بديتول تمام؟ وقفش نعم نعم احنا طبعا بنفتح ازاي باجي عند اخر ريب كده تمام؟ وقفش البيتليك بوند هنا بافتح بين البيتليك بوند وبين اخر ريب في المنتصف كده بافتح هنا في المنتصف كده تمام؟ اهوت نعم طبعا انا بافتح بافتح بيه المشروط وبالمقص بيه بلانت سيزور كده بقى بقى وثع بواثع به بيه البلانت سيزور كده فاضل بس البروتونية خلاص فتحت فتح البروتونية ودخل بلانت السيزور وبفتح ايه بلانت السيزور بعد تلك بدخل ايدي وطلع اليوترس وطلع طبعا اليوترس من الفريق اند بتاعته هو اليوترس على فكرة بعد المفتح لقيت فيه طرشن ما كانش واضح الطرشن ده كان بريس الفايكل ما كانش واضح عندي من الفجاين ففيه طرشن عشان كده ما استجابش للايب ليه لالاك فانا هطلع طلع السيزور اليوترس هوقت بره تمام هوقت بره متحول نصور نصور للايب ففيه وانا حدحت فيه ايه بعد المفتح فيه على الاند بتاعني ايه? الارجول مسلا. طبعا مش معدول عندي لانه هو مفوض انه هو ده يكون هنا هنا الان احيالي بس هو طبعا فيه تورشن فمش واضح كلمان. هالي الهين دي لمبة هي. انا اقل Looker. الان ليه. انا اقل السناخ انا اقل السناخ ان كنعرف انتوا في رايح بيلك. اوقت سناخ. اوقت السنة اقلس paarكورس اقلس. الكنس هاي عمي اضيح ما شفدوا بالراحة كده شفدوا بالراحة وطلعوا شفدوا بالراحة طبعا زي ما انتم شايفين الرحم اسود دون كل اسود ده عبارة عن حصلوا جمجرين نتيجة التورشن بقالوا فترة كبيرة فامتنع عنه الدم فالانسيجة بتاعته النسيج بتاعه مات فانا هعمل له استقصال استقصال للراحة هاعمل اربط الاول من ناحية الايمين باخد غرزة هو المفروض طبعا انا بعمله بربطه بزبت ولكن انا شايف ان انت لقيل الكاد غط ده قوي جدا كبير حجمه كبير وقوي وانا اعملته ضابل كمان بس يبديمه احسن اتبان اربط اعمل غرزة كده كبير بعدين باقل جامبه كده جامب الورزة ليا واخد غرزة كمان وادخل كده كنباق واحد برجاء واحد جنبال برجاء ثانية اشتركوا في القناة دي اخر برجاء ثانية زي ما قلنا احنا بنربط برجاء جنب بعضها كده عشان خاطر نمنع البريدينج وبعد كده بنقص ايه بعد ايه البرجاء برجاء ثانية اخر برجاء راقبها برجاء ثانية اخر برجاء فقص اشتركوا في القناة 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 اخت بضع اصل اخر غرزة بأسد طرف عشان اربط فيه تمام نسيب طرف كده عشان اربط ايه اربط فيه قفلنا الطبعتين قفلنا الطبعتين تمام نحاول احط انتبيوتك محطن الدرع كده نحطش كتير عشان اعرف اخيط الجلد اكلم بقى لما اخيط الجلد بقى لما اخيط الجلد بطريقة اول غرزة اول غرزة اول غرزة اول غرزة اول غرزة وبعد كده باخد بقى غرز مستليمة لكيش ان انا بعمل في كل غرزة عقدة زي ما انتم شايفين كده بأطلع من هنا بأطلع من هنا و اعمل ايه غرزة و اطلع من نص كده عشان اعمل غرزة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ترويج في الشيء موذيج ادركه و بعد الآن فارحت PAT�로 اثم جد وبنظيف بقى البقايا دم وبعد كده بدينا كرس انتبيوتك و بديها كمان في الوليكسين كاننجيسيك و كانتبيوتك تمام و انتينفلماتري و بقوله بيجيني بعد اسبوع عشان اعمل افك الخياطة اللي بره دي او السلف اللي بره ده شكرا والسلام عليكم و رحمة الله